الحمد لله الذي بنا مجدته الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قضى الله عليه وآله وسلم سيد السادات الذي أخرجنا من القلمات إلى النوم وأمرنا بالانتماع تحت رأيتي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهانا عن الافتراك وأعلمنا أن قوة هذه الأمة في اتماعها وخضلانها في افتراكها فالله يجمع أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على كل خير ويحفظها من كل بلاء وبوس وغير ويجعلنا وإياكم من شري شريعته صلى الله عليه وسلم والمحيين لسنته في عابية والسلام يا رب العالمين بسم الله وآله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم على آله وسلم وآله وسلم والأحاول والأموم وحاله وسلم ح زه lie breathe سبحانه وتعالى برقمول لتحديث في بارة وردنا ونشأرنا لتحديث وقال لقد ص ATK بحث أنه المشكلة في سنطل ونشأرن ونشأرن في ذلك يجب ان تردور أمازم أسناء الله سُّعَنَهَا وَ تَعْفِينَ إِنما لاحظم لدينا كل إنسان ونجاكلنا أيضا أثناء الأمر اذ نمتلكنا بدرجة الله سُّعَنَهَا وَ تَعْفِينَ ومن نبقل درطان النساء وأخيراً أسرِنه ولهذا ندب لهم الإنكماع في الأعياد وندب لهم صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس وأعلمهم بأن صلاة الجماعة يفضل على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة ولم يصلي صلى الله عليه وآله وسلم منفرداً قط لم يصلي إلا في جماعة حتى يعلم أمته أن القوة بالإجتماء حتى في شدة الخوف والعدو من حولهم لم يتركوا صلاة الجماعة وهكذا تزداد الحسنات وتعل الدرجات ويفرح الآباء والأمهات والأيداد والجداد في حياتهم وبعد مماتهم تبلغهم الأخبار إذا وجدوا أبنائهم يحافظون على الصلوات والجماعات فيحرص الإنسان على الايتمام وفي كل مجمع للمسلمين خير إذ لا يجتمع أربعين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا وفيهم ولي لله سبحانه وتعالى هكذا ينبغي أن يحسن إنسان ضنه إذ يقول الحبيب العظم صلى الله عليه وآله وسلم خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله خصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله والله وفقنا وإياكم لكمال حسن الظن بالله وحسن الظن بِعِبَادِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَسَعَانَ حالَ سَعَانَ ثَانَ انْ اللَّهِ سَعَانَ سُبْحَانَ يعني حلَهِ سَعَانَ دعونَ ثَانَ ثَانَ حلَهِ الدراجات ومن الله مشكلة لا يُرَنَén كلّه ولامًا هم USU تِعَبَى ان تُعَيَامًا لِبِهِ أين تُعَيَامًا أعطار صلى الله عليه وسلم كَادًا أن تحرط وORT أن تتكلم أن تتكلم و أن تنافعه لأنه قسومي تُعَيَامًا أن تتكلم عُّمًا لا تكون تتكلم و تُعَيِامًا Dan musuh sudah Ada di depan mata Tetap Nabi SAW Solat dengan para sahabatnya Dengan berjamah Sehingga Bertambah itu kebaikan-kebaikan Dan derajat-derajat Setiap orang Akan naik di sisi Allah SWT Dan para Ayah, para orang tua Para kakek Para nenek Dan datu-datu kita Semuanya akan senang Baik di masa hidup mereka Atau setelah mereka meninggal Jika Sampai kepada mereka Kabar-kabar bahwasannya Anak keturunan mereka Melaksanakan solat dalam keadaan Kerja maaf Dan setiap Perkumpulan Orang-orang Muslim, setiap Perkumpulan umat Muslim Pasti ada kebaikan disitu Karena telah disebutkan Bahwasannya Tidaklah Berkumpul umat Muslim Sampai Bilangan Empat puluh orang Kejuali salah satu Di antaranya adalah Kuali min umliya illah Salah satu di antaranya adalah Kekasih Allah SWT Maka Seharusnya lah kita Selalu Husnudun kepada Allah SWT Dan Husnudun kepada Hamba Hamba Allah SWT Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW Bersebda Ada dua hal Yang Tidak ada Yang lebih baik Daripada Kedua hal tersebut Yaitu Husnudun billah Baik sahka kepada Allah Warhusnudun bi'ibadillah Dan baik sahka kepada Hamba Hamba Allah SWT Dan sebaliknya Tidak ada dua hal Yang lebih jelek Daripada Kedua hal ini Yaitu Buruk sahka Kepada Allah SWT Dan buruk sahka Kepada Hamba Hamba Allah SWT Sebab Allah SWT Memberikan kita Tufik Untuk Mendapatkan Kamal Husnudun Sempurnanya Baik sahka Kepada Allah Dan sempurnanya Baik sahka Kepada Hamba Hamba Allah SWT يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم نصف الإيمان وهو إرغاء من النفس على ما تكره فيستسلم لقضاء الله وقدره ولا يعترف على الله فيما نزل به من القضاء والقدر فل يقول الحمد لله اللهم أجرني لمصيبتي وخفني غيرتها واستعين بالصبر والصلاة الأمر الثاني الصلاة تفزع إلى الصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا نزل به أمر وحزنه أمر وحزبه أمر فزع إلى الصلاة قام توضاء قام توضاء وأصبغ الرضو وصل لله سبحانه وتعالى فيذهب ما به من حزن وهم وكر ببركة الصلاة لأن الصلاة صلة بين العبد وربه ولهذا أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من إذا غضب لا يتكلم ولا يفعل لأن الغضبان إذا فعل فعل غلط وإذا تكلم تكلم بالغلط بل يجلس وإنبس التراب حتى تخرج منه الشحنات السلبية فيتخلى عنها وإن كان متجعاً قاعداً فيتجع ثم يقوم ويتوفى لأن الغضب من فيه جهنم من النار يتوفى ويصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى إن الله يدفع عنه هذا الغضب أن أوسع باب للشيطان في الدخول على الإنسان هو ساعة الغضب أكثر الطلاق يكون وقت الغضب أكثر الخصام والمقاطعة والمنازعة وقت الغضب فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم رأى أثنين من أصحاب من 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 يختصم أحدهم من شدة الخصام والنزام حتى حمر وجه وتغير فيقول النبي محمد رضي أصحابه إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به وقال قل لنا يا رسول الله أخبرك وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا أقرض من الجنة فقال سهل ذهب إلى ذلك الرجل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب ما بك فقال وكأن كان به نفاك والعياذ بالله ولم يصح له إيمان فقال أظنون أن بجنون أو جن فلم يقلها ولم يذب ما به ما استمع كوصية النبي محمد فلهذا لما جاء رجل إلى النبي محمد قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني في الثالثة قال له لا تغضب لا تغضب إنسان من طبيعته هي غضب من جبلة الإنسان لكن يوحجب نفسه عن الكلام وتصرف أي لا تعمل بمكتظى غضبك ولا تتكلم بمكتظى غضبك فإنك تأتي بالخطأ وانتظر حتى يذهب عنك ثم يلهمك الله الصواب في القول وفي الفعل لهذا ينبغي للإنسان أن إذا قضب يستعيذ بالله من الشيطان ويتوفى ويفزع إلى الصلاة هكذا أوسانا حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وآله وسلم اشتركوا في القناة مِنْ تَوْلَمْ لِحِ مَا أَبْنُوا مِنْ تَوْلَمَ لَحِمْ لِحِمُونَ يَنْ تُوْلَمَ لِحِمُونَ تَوْلَمَ لِحِمَا لِحِمَانَ Apa itu sabar? Sabar itu melawan Hawa نفسه Pada sesuatu yang kita Tidak senang Sehingga dia tidak Protes dengan apa yang Telah ditetapkan oleh Allah SWT Dan dia Tadkala mengalami masalah tadi Dia menyatakan Alhamdulillah Ya Allah Berikanlah aku pahala Pada musibahku Dan berikanlah aku ganti Dengan yang terbaik Yang lebih baik Dari darinya Dan Yang kedua Dan minta tolonglah kalian Dengan perantaraan salat Tadkala Seorang mengalami masalah Hendaknya dia bersegera Melaksanakan salat Dan begitulah Nabi Muhammad SWT Tadkala Nabi SWT Sedang memiliki masalah Sedang memiliki problem Yang membuat beliau sedih Yang membuat beliau Sumpak Maka Nabi SWT Bergegas Untuk melaksanakan salat Beliau langsung mengambil Kemudian beliau Melaksanakan salat Karena salat itu Adalah Silah ikatan Antara seorang hamba Dengan Allah SWT Dan Tadkala seorang Tadi marah Jangan sampai Dia mengatakan sesuatu Atau Berbuat sesuatu Karena Tadkala dia Marah Kemudian dia Mengatakan sesuatu Atau berbuat sesuatu Pasti Perbuatannya salah Pasti Ucapannya salah Karena Tadkala seorang Tadi marah Akan ada Aura-aura negatif Yang ada pada dirinya Sehingga Dia tidak akan Melakukan sesuatu Atau Mengucapkan sesuatu Kecuali Salah Hendaknya Orang yang marah Tadi Dia Jika dia Dalam keadaan Berdiri Dia Hendaknya dia duduk Jika dia Dalam keadaan duduk Hendaknya dia Berbaring Dan Bersegeralah Seorang tadi Untuk Berhuduk Karena Marah itu Termasuk Dari Api neraka Hawa panas Daripada Api neraka Fihih Jahannam Dan Akan bisa Dipadamkan Itu api Dengan Air Sehingga Dia Akan Tertolak Daripada Mitu Kemarahan Dan Ketauilah Bahwasanya Kemarahan Itu Adalah Paling Luasnya Pintu Bagi Syaiton Untuk Masuk Untuk Menggoda Seseorang Menjeruskan Seseorang Kepada Kejelekan Kita Lihat Sekarang Banyak Sekali Kasus Talak Kasus Perceraian Kenapa Karena Mereka Melakukannya Dalam Keadaan Marah Dan Dan Banyak Sekali Hal-hal Permasalahan Kehidupan Yang Mana Syaiton Masuk Pintu Yang Pai Kuas Bagi Syaiton Adalah Lewat Jalur Marah Tadi Pernah Suatu Ketika Dikisahkan Di zamannya Nabi Muhammad Ada Dua Orang Yang Sedang Bertikai Sedang Bertengkar Salah Satu Daripada Keduanya Betul-betul Marah Sehingga Mukanya Tadi Memerah Dan Berubah Akhirnya Nabi S.A.W. Mengatakan Kepada Marah Sahabannya Apakah Aku Apakah Kalian Ingin Aku Mengajarkan Kepada Dia Kepada Kalian Tiga Suatu Kaliman Yang Jika Kalian Ucapkan Maka Akan Menghilangkan Marah Yang Ada Pada Diri Kalian Akan Menghilangkan Syaiton Yang Ada Pada Diri Kalian Maka Nabi S.A.W. Maka Para Sahabat Mengatakan Ya Rasulullah Akhirnya Kemudian Nabi S.A.W. Mengajar Mereka Agar Meminta Perlindungan Kepada Maka Para Sahabat Mengatakan Udah Ya Rasulullah Akhirnya Salah Satu Dari Para Sahabat Mengatakan Kepada Orang Marah Tadi Orang Yang Wajahnya Tadi Memerah Sampai Berubah Tadi Mengatakan Engkau Nabi S.A.W. Mengatakan Kepada Kita Bahwasanya Ada Suatu Kaliman Yang Akan Menghilangkan Daripada Kemarahan Akan Mengusir Syaitan Ada Pada Dirimu Maka Kemudian Disuruh Untuk Bertahun Katakanlah Maka Mungkin Orang Yang Tadi Marah Tadi Berubah Wajahnya Sepertinya Imannya Tidak Benar Sepertinya Di dalam Hatinya Ada Sifat Munafikan Akhirnya Tadkal Disampaikan Itu Wasiat Yang Disampaikan Oleh Nabi Daripada Para Sahabatnya Dia Mengatakan Apakah Aku Keserupan Apakah Aku Kemasukan Jin Sehingga Kalian Menyuruhku Untuk Bertahun Dan Begitulah Pernah Juga Suatu Ketika Ada Seorang Lelaki Yang Datang Kepada Nabi Untuk Meminta Wasiat Kepada Nabi Wahai Rasulullah Berikan Aku Wasiat Maka Nabi Sula Sula Mengatakan Lata Janganlah Kau Marah Kemudian Dia Mengatakan Kembali Ya Rasulullah Berikan Aku Wasiat Maka Nabi Sula 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 Mengatakan Lata Janganlah Kamu Marah Karena Termasuk Daripada Tanbiah Watah Asli Seorang Manusia Wajar Dia Marah Akan Tapi Tak Kalau Dia Marah Jangan Sampai Dia Berbuat Melakukan Perbuatan Sesuai Dengan Tuntutan Kemarahannya Jangan Dia Jangan Dia Mengikuti Kemarahannya Sehingga Dia Akan Berkuat Dengan Salah Dan Dia Akan Berkucap Dengan Salah Maka Endaknya Seseorang Tadi Diam Dia Tidak Melakukan Sesuatu Dan Tidak Mengucapkan Sesuatu Dan Melaksanakan Hal-hal Yang Diarahkan Oleh Nabi Sula Sula Yang Disebutkan Tadi Sehingga Allah Akan Memberikan Ilham Untuk Dengan Kebenaran Di dalam Perkataan Dan Di dalam Perkuatan Dan Begitulah Tadkala Seorang Marah Tidaknya Dia Tadkala Jika Dia Bangun Dia Tidak Berdiri Dia Duduk Berpindah Posisi Jika Dia Duduk Tidaknya Dia Berbaring Dan Tidaknya Dia Berputuk Segera Berputuk Dan Begitulah Yang Diwasiatkan Oleh Habibullah Berkasi Allah Nabi Muhammad Habibullah 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 يسأle Allah شيئا من خير الدنيا أو خير الآخرة إلا أعطاها الله إياه النبي محمد صلى الله 노래 سلم تقول سيد Lebens عائشة في ليلة من الليالي قام وتوضأ وقام فأطال القيام ثم سجد وبكى وبكى حتى اخضلت لحيتهم واخضرت الأرض الذي سجد عليها من خشية الله لأنه أثقى العباد لله وأخشاهم لله وأقرب العباد لله هو حبيب الله محمد قام حتى تفطرت قدمه حتى تورمت قدمه صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله كيف وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عفلا شكورا ربي أعطاك أزيد شكر لله لأن زيادة سفى الشكر إذا فغلت النعم تزيد شكرها كما قال تعالى وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ فَالشُكُرْ لِلنِّعَمْ صَيْدٌ لِلنِّعَمْ لِلنِّعَمِ الْمَوْجُودَةِ وَتَأْزِيكَ وَتَهَيُّ مَالِيكَ وَمِنْ جَهْدَ النِّعَمْ والطاعات سببا لجلب النعم الظاهرة والباطنة ليس الإنسان عندما يذكر النعمة والرزق فقط يخطر في باله المال وما أدراك ما المال لا هناك نعمة عظم من المال أن يرزقك الله السعادة بينك وبين أهل بيتك وأسرتك المحبة يقوم البيت على المحبة التي لا تنقطع والعطاء الغير المنقطع هذا من أعظم النعم الصحة العافية هذا من أعظم النعم وأقل الأرزاق هو المال لكنك أرزاق أعظم من المال لا تشترى بالمال الصحة ما تشترى بالمال السعادة ما تشترى بالمال فهناك النعم وأرزاق أعظم من الأموال لكن الناس لما أنهم قد سكروا بمحبة الدنيا ما ينظرون للنعم ولا للرزق إلا في المال فقط لماذا؟ لأنهم قد أسكروا بمحبة الدنيا فهان عليهم الدين فلو أحد من أولادهم ترك الصلاة وأخرى عنه ديا لم يغضبوا عليه ولو أضاع شيء من المال لغضبوا عليه غضباً شديداً والعياذ بالله لماذا؟ لمحبة الدنيا في القلوب فاليالة خرجت المحبة الآخرة فيسأل العبد ربه اللهم اجعل الدنيا في يدي معينة لعلى طاعتك ولا تجعلها في قلبي تشغلني عن طاعتك وما يرضيك عني يا رب العالمين اللهم اشتركوا في القلوب بالنسبة لليست بشكل تفعلني تفعلني مبارك يفعلني مبارك اوصنع المجرمي 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 لديك هذا من يجرم أنني تأكد ورأة أمود شيئ Yang akan mewajibkan Hal itu terhadap mereka Karena sesungguhnya Di Malam hari Terdapat suatu Waktu Yang mana jika Seorang hamba tadi Meminta kepada Allah Daripada kebaikan dunianya Ataupun kebaikan akhiratnya Kecuali dia Pasti diberikan oleh Allah Permintaannya Pernah suatu ketikasi Dan pernah alisya Melihat Nabi Rasulullah Di penghujung malam Sedang Beribadah kepada Allah Sedang melaksanakan sholat Dan beliau Tak kalah suju Terlihat pada diri beliau Menangis Karena rasa takut Kepada Allah Sehingga Basah itu Alas Tempat beliau sholat Tempat beliau suju Karena Sangat takutnya Karena rasa takutnya Beliau kepada Allah Karena Nabi Rasulullah Rasulullah Adalah orang yang paling bertakuan Hamba yang paling takut Kepada Allah Dan beliau adalah Hamba yang paling dekat Dengan Allah Sehingga takar beribadah Bangun malam tadi Kaki Kakinya Nabi Kaki mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sampai berkat Akhirnya Silatuna Aisyah Mengatakan kembali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana Engkau kenapa Sampai seperti ini Dan sedangkan Engkau telah Diamuni oleh Allah Segala apapun Yang ada di masa lalu Ataupun yang akan terjadi Di masa mendatang Kau telah mendapatkan Jaminan Amunan Dari Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Allah telah memberikan Banyak hal kepadaku Sehingga Tak kalah seorang hambatan Bersyukur Allah akan memberikan Lebih daripada Pemberian-pemberiannya Karena Tak kalah seorang hambatan Bersyukur Maka ni'mat yang diberikan oleh Allah Akan ditambah Olehnya Sebagaimana Difirmankan Di dalam Al-Quran La insya kartu La azidannakum Jika kalian bersyukur Maka nisjaya Aku akan menambahkan Daripada ni'mat-ni'matku Dan tahukah anda Syukur terhadap Ni'mat-ni'mat yang diberikan oleh Allah Adalah Suaidun Adalah Penari Adalah jaring bunuhan Bagi ni'mat-ni'mat Yang belum ada Bagi ni'mat-ni'mat yang tidak ada Itu adalah Ibarat Jaring bunuhan Untuk kita Mendapatkan ni'mat-ni'mat Yang tidak ada Dan Qaidun Ikatan Bagi ni'mat-ni'mat Yang sudah ada Dengan bersyukur Tadi Dia akan Menarik ni'mat-ni'mat Yang belum Dia dapatkan Dan dia akan Mengikat Ni'mat-ni'mat Yang telah ada Pada dirinya Sehingga Dia akan Dijaga Alhamdulillah Dari Balak Dari ni'mat Dari Dari Bencana Dari balak Karena Sesungguhnya Jahidun Nia' Mengingkari Kenikmatan Itu Dengan kita Mengalihkan Ni'mat Tadi Di dalam Kemaksiatan Kepada Allah Maka Takkala Seorang Tadi Menggunakan Ni'mat-ni'mat Allah Tadi Yang diberikan Kepadanya Dia Gunakan Untuk Bermaksiat Kepada Allah Maka Dia telah Menguferi Ni'mat-ni'mat Yang diberikan Alhamdulillah Karena Sesungguhnya Maksiat Itu Adalah Sebab Turunnya Musibah Bagi dia Dan Sebab Diambilnya Ni'mat Yang ada Pada dirinya Sebaliknya Ketaatan Kepada Allah Perbuatan Taat Itu adalah Sebab Seseorang Mendapatkan Ni'mat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rezeki Itu Banyak Sekali Macamnya Akat Sekarang Banyak Dari Kita Tengketkan Kalan Disebutkan Rezeki Yang Terlintas Di benah Kita Adalah Harta Adalah Uang Adalah Fulus Banyak Selain Daripada Harta Yang 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 Mana Itu Adalah Macam Macam Rezeki Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di antaranya Bahagiaan Antara Warga Kesehatan Afiyah Itu Semua Adalah Rezeki Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada Seorang Hamba Adapun Harta Itu Adalah Derajat Paling Minimal Dan Rezeki Adapun Banyak Sekali Rezeki Yang Lain Yang Bahkan Tidak Dapat Dibeli Dengan Harta Kesehatan Tidak Bisa Dibeli Dengan Harta Kebahagiaan Tidak Bisa Dibeli Dengan Harta Akan Tapi Tadkalah Manusia Itu Mabuk Dengan Kecintaan Kepada Dunia Yang Mereka Yang Mereka Pentingkan Adalah Harta Yang Mereka Inginkan Hanyalah Dunia Dan Tadkalah Seorang Tadi Mabuk Dengan Kecintaan Dunia Maka Hina Baginya Kurusan-kurusan Agamanya Kita Lihat Bagaimana Seorang Orang tua Melihat Anak-anaknya Meninggalkan Dia Tidak Tidak Berbeda Jika Anaknya Tadi Menghilangkan Salah Satu Barang HP Misalkan Maka Nisjaya Orang Luanya Akan Memarahi Anaknya Kenapa Itu Terjadi Karena Orang Tadi Telah Karena Kebanyakan Orang Telah Mabuk Telah Meminum Daripada Gelas Cinta Dunia Maka Hendaknya Setiap Hamba Dia Meminta Kepada Allah Agar Dunia Itu Hanya Ditaruh Di Tangannya Yang Akan Menolong Dia Untuk Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Dan Tidak Dijadikan Dunia Itu Di dalam Hati Dia Sehingga Dia Akan Tersibukkan Dari Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sayyidina Rasulullah S.A.W Yusih Abah Rairah Radhi Allah Ta'ala Anha Faya Yagul Lahu Ya Abah Rairah Aturidan Tanzil Alika Rahmatullahi Hayyan Wamayyitan Wamagburan Rairah Mab'u Mab'u Ba'u S.A.W Fakala Salli Mila Lail Salli Mila Lail Wom Hatta Raya Karah Kabula Tuluh Al Fajr Salli Man Lail Wom Raya Tratai Cool Yeah Abah Hurairah Salli Fizawa Baytik يكون نور بيتك في السماء كنور الكواكب النجوم عند أهل الدنيا البيوت التي يصل فيها ويذكر الله تترى لأهل السماء كما تترى النجوم لأهل الأرض هكذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحيب عبد الله ورحمة الله ذات ليلة قال البارحة رأيته كأن بيوت البلد القرية فيها المسيلة كلها عليها لكن رأيت يا عبد الله ابن أختي عبد الله بن عمر بن يحيى يا عبد الله رأيت على بيتك نور زايد على بقية البيوت فقال يا خالد كان خالد للحق عبد الله بن حسين إن في بيتي ما من غرفة إلا وختمت القرآن فيها مرات وما من درج إلا وقرأت عنده في كل درجة سورة ياسين درجة على زرايا البيت كلها ودرجات البيت كلها قرأ القرآن وذكر الرحمن وصل على حبيب الرحمن فصار بيته زايد نور على بقية البيوت هكذا الذكر نور القرآن نور الصلاة على النبي محمد نور فأكثر من النور يعطيك الله نوراً في قلبك نوراً في ظاهرك نوراً في باطنك نوراً في بيتك فإن قيام الليل منهات عن الآثام يقول النبي محمد فإن قيام الليل داب الصالحين وفيه إذهاب للداء عن الأجساد ما يمر لا هو واضب على ذلك ما يجي مرض ما يذهب إلى المستشفى عافية دائماً ظاهرة وطاصمة منهات عن الآثام يحفظك الله من معاصي ظاهرة وطاصمة ببركة جيام الليل فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتداوى من الأمراض الظاهرة والأمراض الباطنة فجزى عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفيه الفائدة العظيمة تكفير الذنوب تاب الصالحين تكفير الذنوب إذا هاب رذى عن الأجساد منهات عن الآثام هذه نعم وإذا إنسان يقوم الليل من الليلة تعبان ما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما قال ما قال نام قال كتب الله له قيام الليل تاماً وكان نمر صدق من الله عليه كيف فضل الله كرم الله كرم الله عطاء الله سبحانه وتعالى تصدق عليكم تصدق عليكم ليه ليلة من الليالي نتذكر كان من عددك ذلك تلك الطاعة تلك العبادة في ليلة من الليالي كنت تعباً فننت قال كتب الله لك الثواب كاملاً وكان النبوك صدق من الله عليك ما أكرمهم من عظيم من رب رحيم سبحانه وتعالى هكذا دلل الحبيب المفتضى على ما في صلاح ظاهرنا وباطننا وما في صلاح دنيانا وأخرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تواشف خوبتنا والبي ابي خريرا د Dynamالي بكلنا خذرًا ابي خريرا ابي يعلم ل رحمًا خبر خبر م رحمًا رحمًا الله سبحانه وتعالى خبر 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 Are من إِ بل سبحانه وتل fart خبر ًا غذائ axe تفلق خبر مَنْ combでした إن قبل الأرقاء ما يحدث يمكن أن تكون هناك Di penghujung Malam Sholatlah Di Bagian Daripada rumah kalian Sehingga Rumah tersebut akan Memancarkan cahaya Ke langit Seperti halnya Penduduk bumi melihat Di langit banyak bintang-bintang Begitu juga penduduk langit Melihat rumah-rumahnya Di dalamnya Dilakukan ibadah kepada Allah Sholat malam khususnya Maka penduduk langit akan melihat rumah-rumah Tadi seakan-akan Bintang-bintang yang dilihat oleh Penduduk bumi Pernah suatu ketika Sebagaimana yang telah digabarkan Oleh Nabi Muhammad SAW Pernah suatu ketika Al-Habib Abdullah bin Husayn Bermimpi Di daerah Masjid Rumah-rumahnya itu bercahaya Memancarkan cahaya Yang terpancar ke langit Kemudian Habib Abdullah bin Husayn Mengatakan kepada Keponakannya Habib Abdullah bin Omar bin Yahya Dan aku melihat Rumahku Wahi Abdullah Abdullah bin Yahya Rumahku memiliki cahaya yang lebih Daripada Sisa Daripada rumah-rumah yang lainnya Kenapa itu? Akhirnya Akhirnya Al-Habib Abdullah bin Omar bin Yahya Mengatakan Aku tidaklah Ada Kamar di rumahku Kecuali Kamar-kamar tersebut Telah dihatapkan Di dalamnya Al-Quran Bahkan Tidak ada Anak tangga Di rumahku Kecuali Di setiap Anak tangga Telah dibacakan Yasin Di dalamnya Telah dibacakan Yasin Di situ Dan Begitulah Akhirnya Memencar Daripada rumah Habib Abdullah bin Omar bin Yahya Cahaya yang Lebih terang Daripada rumah-rumah Sisa rumah Yang ada di Kota Masih Kenapa? Karena Di situ Dibacakan Dikir kepada Allah Dibacakan Quran Dibacakan Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Karena Pada Berdikir Kepada Allah Itu ada Cahaya Di dalam Al-Quran Membaca Al-Quran Itu ada Cahaya Di dalam Membaca Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Itu ada Cahaya Maka Kita Memperbanyak Daripada Cahaya Tersebut Sehingga Allah Akan Memberikan Kepada Kita Cahaya Di hati Kita Cahaya Di badan Kita Cahaya Di bantin Kita Cahaya Di rumah Rumah Kita Dan Solat Malam Ini Adalah Dabu Solahi Kebiasaannya Orang Orang Solim Dan Di dalam Solat Malam Tadi Di dalam Tiamul Disitu Akan Menghilangkan Segala Macam Penyakit Yang ada Pada Diri Seseorang Yang ada Pada Tubuh Seseorang Baik Penyakit Yang Wahir Ataupun Penyakit Yang Batin Sehingga Dia Selat Di dalam Keadaan Afiyah Yang Diberikan Oleh Tuhan Dan Di dalam Bangun Malam Tadi Disitu Dia Akan Memiliki Benteng Dia Akan Tercegah Daripada Perkuatan Dosa Baik Dosa Yang Tohir Ataupun Dosa Yang Batin Dan Begitulah Nabi Muhammad Setelah Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Cara Kita Berobat Baik Berobat Dari Penyakit Yang Tohir Ataupun Berobat Dari Penyakit Yang Batin Kiam Lid Beribadah Di malam Hari Banyak Sekali Memiliki Faedah Faedah Yang Aku Sebagaimana Yang Terah Disebutkan Tadi Beberapa Juga Termasuk Faedah Daripada Yang Mulian Disitu Ada Peleburan Dosa Dan Bagi Orang Yang Sudah Memiliki Kebiasaan Solat Malam Kemudian Mungkin Di suatu Malam Dia Capek Akhirnya Tertinggal Terlewankan Itu Malamnya Tanpa Dia Bangun Malam Maka Sebagaimana Jika Baik Nabi Nabi Solat Dia Akan Ditulis Pahalanya Sempurna Pahala Yang Mulai Secara Sempurna Dan Dia Akan Ditulis Seakan-akan Dia Bersedekah Karena Allah Fadul Bagi Orang Yang Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Dan Begitulah Nabi Muhammad Telah Mengajarkan Kita Mengarahkan Kita Terhadap Perkara Perkara Yang Disitu Ada Kebaikan Dunia Kita Ada Kebaikan Agama Kita Ada Kebaikan Akhirat Kita Maka Allah Memberikan Balasan Yang Besar Pada Beliau Sebab Sebaik Baik Balasan Seorang Umat Terhadap Nabi 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 Seben Bersed Bersed Ad Al- prototypes Al- 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 ثم يصلون للصفح وقبل أن يرجعوا إلى بيوتهم يعطيهم أجرة اليوم لو اشتغلت أنت في اليوم كم بتدرك غالبا أعطي كذا فيعطي أجرة ذلك أو لو اشتغل في ذلك اليوم فبقوا زمن على ذلك حتى أحبوا نهاهم قيام الليل عن المعاصي وأقبلوا على الطعاف بعد ذلك وكل واحد صار يحيي ليلته في خلبته تصديقا لكلام النبي محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله صلى الله يقول النبي محمد رحم الله رجلا قاموا ليل فصلّى ثم ذهب إلى زوجتي فأيقضها فإن أبد نضحها بالمن من باب وطعان على الجر والتقوة ورحم الله رأة قامت من الليل فصلّى ثم ذهبت إلى زوجتي فأيقضتكم ليصلّوا فإن أبا نضحته بالمن دعاء لها وله بالرحمة لأن زوج وزوجة يتحاولون على طاعة الله وهكذا أهل البيت الواحد إذا تعاونوا على طاعة الله على ذكر الله على صلاة الجماعة تنزل عليهم الرحمات والبركات وتصير بيوتهم محفّل البركات والرحمات والرب البريات والله يوفقنا وإياكم لطاعة رب البريات وإحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وزلم سيد السادات سيدنا أبو بكر الآدني بن عبد الله سيدنا أبو بكر الآدني بن عبد الله بالله والله فُلخَذَهَهُ فَمُقُلّهُ فَمُقْلُّهُ وَتَقْلًا على ذنب apاله فَمُقُلُوا فَمَّاً فَمُقْلُوا فَمَتَمَرْكُمُمُمُمُمُصِ فَمُقُلُوا تدخل على الوقت مرتدي من تنظر في تنظر مالا مرتدي من تجد في تقريب مالا ثم تدخل على المصورة تجد في تقريب مالا تجد في تنظر كان عاماً تدخل على الوامر وحسب 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 على إدرس تلي memberikan kepada setiap orang yang beliau أجل memberikan kepada mereka upah upah yang jika mereka pada harinya itu bekerja mereka dapat upah tersebut diberikan sehingga mereka dapat bergadang bersama beliau dan melaksanakan sholat malam kemudian sholat sebut berjemaah akhirnya apa yang terjadi yang terjadi adalah qiyamul lelnya mereka mencegah mereka daripada kemahsyatan daripada melakukan kemahsyatan sehingga setiap orang daripada orang yang ikut tadi mereka sholat malam mereka bangun malam secara keinginan sendiri di rumahnya masing-masing dan bagaimana ini adalah pembenaran atas apa yang disedakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan Nabi s.a.w. juga telah bersadar di dalam hadirnya semoga Allah merahmati seorang lelaki yang dia bangun di malam hari kemudian dia melaksanakan sholat malam kemudian dia datang kepada istrinya untuk membangunkannya untuk diajak sholat malam untuk dalam mereka saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakman kepada Allah s.a.w. jika istrinya tadi enggak maka diciprati wajahnya tadi dengan ayat Nabi s.a.w. mendoakan orang yang seperti ini dengan rahmat yang diturunkan oleh Allah s.a.w. dan sebaliknya semoga Allah merahmati seorang perempuan yang bangun di malam hari untuk melaksanakan ibadah kepada Allah s.a.w. kemudian dia membangunkan suaminya jika agar maka diciprati wajah suaminya tadi dengan ayat maka kemudian mereka berdua melaksanakan ibadah kepada Allah s.a.w. di pertengahan malam sehingga rahmat Allah s.a.w. akan turun kepada mereka mereka yang saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan kepadanya dan begitulah ketaatan disitu sebab turunnya rahmat dikir kepada Allah s.a.w. sebab turunnya rahmat sholat berjamaah itu adalah sebab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah s.a.w. semoga Allah s.a.w. memberikan pada rumah-rumah kita rahmat dan keberkahan darinya dan kita selalu melaksanakan ketaatan diberikan taufik oleh Allah s.a.w. melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah sehingga kita dan rumah-rumah kita menjadi pusat diberikannya dikucurkannya keberkahan dan rahmat dari Allah s.a.w. dikucurkannya dikucurkannya dan keberkahan dan keberkahan dikucurkannya 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 dalam Evet Dek شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة في وقت أن يستجد في النحدة الماضية والله سبحانه وتعالى فالتقد أن يشاهد 4 آية الحكة برإسرات القفى أكبر الله سبحانه وتعالى تخبرنانا نعفق علي أن نعيز و نبعلك مسؤولة فإن أصبح و يصبحاننا براحتي أصبح بنا و بوطنع وعنجن ونهؤين و England تكون من الله سبحانه وتعالى تبعطي ومتعطي ومتعطي من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم وانصر بنا وانصر الله الذي رده في فرصة وإنساء البلاد الإسلام والمسلمين وانصرهم على عدائك عداء الدين واشغل الظالمين بالظالمين ودمل الكافرين بالكافرين واخرجنا منهم سالمين برحمة لك يا أهلا الراحمين وحينا على حبيب سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ووفق إلى الاتباعين من الأقوان والحركات والسكنة وحينا على التكوى وفق إلى الاتباعين من الأقوان وثوفنا على التكوى بلا محنة ولا بلوى بجاه الأمريكان المفتوح واجهنا آخر الكلام من الأقوان يبعطون عمو في غير المفتو عابية قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة رسول الله وعلينا من الأمين وعلينا من الأمين الله محمد رسول الله والحمد لله يوم العالمين